قبل أن نبدأ، حسب القانون الأمريكي، المقابل لازم يأخذ إذن المقابل قبل المقابلة، هل أنت تفهم أنت تسجل؟ وهل أنت توافق مع هذا المقابلة؟ نعم، شكراً هل أنت اسمك الكريم الكامل؟ يحيى حسين محمد الديلم، ولد في صنعة القديمة، عمري تقريباً خمسون عاماً درست في الكتاتيب، المدارس الأولى، يعني الحروف الهجائية ثم إنتقلنا إلى الإبتدائية، ثم الإعدادية، ثم الثانوية، ثم الجامعة، هذه التراسة الرسمية نعم، والتراسة الشرعية ترسناها في المساجد، في مسجد الجامعة الكبير، في مسجد جمال التي، في مسجد النهري، وفي مسجد الفلايح ومن أنت كان أول خبرتك في الجامعة؟ في الجامعة؟ نعم، في الجامعة، درست عمري في حدود حد عشر سنة، حد عشر عاماً، ثم وصلت دراستي، في المدارس النظامية، وفي المسجد أيضاً، نعم، وكان هناك انقاط في المسجد بعض الأحيان، لأجل الإمتحانات الأحيانية. هل كان أبوك أعلم كمان؟ أبي رحمة الله عليه درس في أيام المملكة المتوكلية درس في مدرسة الأيتام ثم درس في مدرسة عداد المعلمين أو معحد المعلمين ثم دخل مدرسة العلمية درس فيها سنوات ثم طلب من قبل الإمام أنهذاك أن يرتحق به ويعمل به هل كان هو درسك؟ والدي العزيز الله رحمة الله عليه درسني في البيت القرآن وكان يكتب لي الخط ثم يأمرني بالكتاب على بنوالها ويسمعني أحيانا القرآن ولكنه لم يدرسني العلوم الشرعية درستها في المساجد في المساجد كانت المساجد زاشرة بالعلماء كان في مسجد الطبريق في مسجد الحرقاء ثم في مسجد النهري في مسجد تقريباً نجد فيها عالماً وهذا كان على منهج زيدي على منهج زيدي نعم فهذا كان بدأ سبعينات صحيح؟ حباً